مرحب بحضراتكم مرة تانية في المحترف فقرتنا اللي جاية فيها هديف مميز على مستوى النقد الرياضي على مستوى التحليل طبعا النقد الرياضي محمد الباز هنتكلم معها زي ما قلت لحضراتكم وعندنا حالة دسمة جدا هنتكلم أولا طبعا عن الدوري أمم الأوروبية اللي يمكن كان السمي فاينال مبارح ما بين أسبانيا وإنجلترا وفوز منتخب الأسباني 2-1 ويمكن الساعة 9 بتوقيت القاهرة المباراة التانية مباراة كبيرة جدا أكيد على مستوى الأسماء على مستوى المنتخبات ما بين المنتخب البلجيك والمنتخب الفرنسي هنعرف كل دوت وتصفيات كاس العالم لأفريقيا وأوروبا محمد مساء الخير عليك برحب بيك منورنا في طبعا المحترف وفي قناة النادي الأهلي مساء الخير قبط الهاني أهلا وسهلا تحياتي لجمهور النادي الأهلي أهلا بيك يا محمد زي ما بتقول عندنا حلقة دسمة جدا إن شاء الله نلحق نقابتيها بشكل كويس هنبدأ أنا وإنت مع طبعا بطولة طبعا الأمم الأوروبية أو المباراة اللي كانت قوية جدا على مستوى الفني على مستوى الأداء على مستوى النتيجة على مستوى التاريخ على مستوى طبعا اسم طبعا الكبير منتخب الإطالي الفائز أو الحاصل على الييرو 2020 أمام المنتخب الأسباني الحق نتيجة ممتازة وسعود للمباراة النهائية شايف أولا البطولة يعني انت كلمنا برضو على البطولة وشايف طبعا البطولة إزاي من وجهة نظر البطولة الأمم الأوروبية خلينا نقول هي بطولة مستحدثة لسه جديدة يعني اتولدت وظهرت في 2018 ونهائي للبطولة كان في 2019 كان أمام البرتغال أمام هولندا وفازت طبعا البرتغال وهي يعتبر يعني أول فريق أو أول منتخب يتوج بالبطولة البطولة بطولة جميلة يعني بطولة يعني نقدر نقول بتشتغل باليوفا بيقسمها لأربع تصنيفات تصنيف أول تصنيف تاني تصنيف تارت تصنيف رابع التصنيف الأول دايما للفرق اللي هي دايما يعني بحقى نتائج وأرقام أو بطولات دايما التصنيف الأول يعني تقريبا 16 فريق من أقوى المنتخبات بيتم تقسيمه من الأربع مجموعات الفائز الأول على رأس كل مجموعة بيتأهل السيميفاين وده اللي حصل لما شفنا طبعا تأهل أسبانيا على رأس المجموعة بتاعتها تأهل بلجيكا تأهل فرنسا وتأهل إيطاليا بعد كده بيحصل القرعة بيقابل الفريقين شفنا مبارح مبارات القويلة هنتكلم عنها أنا عايزة أتكلم عن المباراة دي تأكيد أنت فرقت على المباراة قبل المباراة خلينا نتكلم كان المنتخب الإيطالي طبعا عمل نتائج رائعة عمل ريكورد على مستوى يمكن 37 مباراة متتالية بدون هزيمة بتتكلم على المنتخب الأسباني رغم خروجه طبعا من الييرو في إحباط شوية على مستوى الييرو 2020 ولكن شفنا مباراة مختلفة شفنا مباراة على المستوى التكتيكي على المستوى الفني مباراة رائعة يعني شفتها إزاي ده مبدئيا هو توقف لسلسلة اللاهزيمة للمنتخب الإيطالي زي ما حضرتك قلت 37 مباراة يعني ريكورد طبعا رقم كياسي مهم جدا أسبانيا حطمت الرقم كاس وقفت إيطاليا عند الرقم دوت وده طار قديم ما كابتن هاني شفنا وتكلمنا هنا على اليورو كانت برضو في السيمي فاينال أسبانيا وإيطاليا وكانت مباراة قوية جدا وكانت الكافة بتروح أكتر لأسبانيا كنسبة الاستحواز وانتهت المباراة بفوز إيطاليا بضربات الجزائر طار كبير مبارح هنتكلم على أسبانيا ست سبع لعبين شباب 18 ست سبعتاشر 18 عشر عشرين هنتكلم عليهم بالتفصيل النهاردة عودت المسايا عودت تيكي تاكا أنا يعني قلنا خلاص هي ماتت بدأت لأ لسه موجودة على قيد الحياة شفنا مباراة تكتيكية عالية المستوى شفنا لعب الكعب شفنا الشورت باس شفنا تغيير الملعب يمين شمال من المنتخب الأسباني عمل ماتش قوي جدا طبعا العائق أو التحدي الواجه منشيني مبارح في اللقاء كان بطرد بونوتشي هو يعني في الشرط الأولاني تقدر تقول هو حول اللقاء حول المباراة كان بلعب 4-3-3 تحول طبعا ليه 3-5-1 فبدأ يشتغل على التكتل الدفاعي ولكن من وجه نظري هو تأخر كثيرا فيه أنا في اعتقادي طبعا هو فيه نقطتين في المباراة يمكن نحوله المباراة لحتة تانية خالص أعتقد النقطة الأولى طبعا طرد بونوتشي وده كان عامل مؤثر جدا جدا في خطة اللعب اللي بيعتمد عليها المنتخب الإطالي النقطة التانية قبل نهاية الشرط وإنسيني بيضيع هدف التعادل كان لسا نتيجة 1-0 أعتقد كمان إنسيني فيه انفراض كامل بيضيع هدف مؤكد أعتقد النقطتين دول لو كان وجود بونوتشي كان حيبقى المباراة راحة بشكل آخر حالة التعادل وخروج طبعا خروج متعادل 1-1 غير لما تخرج مهزوم دي كمان كان لها تأثير سلبي على المنتخب الإطالي بالتأكيد متفق معك تماما فعلا دول النقطتين اللي عملوا تحويل للمباراة ورفعوا كافة الفوز لأسبانيا والتحركات اللي شفناها ريكي محظوظ ريكي حاطت ريكي مدرب المنتخب الأسباني زرع الثقة في فريقه عامل منتخب قوي كله شباب زي ما كنا بنتكلم هو تقريبا أربع منهم بيلعبوا مع كومان في برشلونة ولكن هنا فرق الكدرات المدرب يعرف ان هو يقدر يشغل الكتيبة بتاعته ومجموعة اللي معاه بشكل أفضل شفنا ريكي مبارح عمل تحول كبير تاكتيكيا زي ما تكلمنا بيعتمد على شباب احنا بنتكلم على 6-7 لعبين شباب حضرتك كلمت النهاردة انا لسا هتكلم معاك في النقطة دا لان كمان خلينا نتكلم بكل أمانة ان المنتخب الأسباني في بعض الصحف العالمية فعلا قالت ان المنتخب الألماني للشباب بيفوز على منتخب ايطاليا صاحب الزهبية في اليورو 2020 ده كناية عن ان عدد كبير من اللعيبة اعتقد احنا يمكن قبل الواب نتكلم يمكن اتنين بس لعيبة من منتخب أسبانيا هم يمكن تخطوا سنة 30 سنة وكل اللعيبة في سن العشرين وفيه لعيب عنده 17 سنة اللي هو طبعا جابي انت شايف هل بعض الناس بتقول انه هو ميس القادم برشلونة بتتكلم انه هو زي ما بيقولوا هو دلوقتي يعني كورة من الدهب او حلقة من الدهب في ايد برشلونة وعملت له عقد 4 سنين وكتبت في العقد ان العايز يشتري او يكسر هذا التعاقد يدفع 435 مليون جنيه سترليني فانت شايف اللعيب ازاي شايف كمان قدراته على مستوى المنتخب ازاي وايه يعني خلينا نتكلم فرق الصقافة ما بين يمكن يعني خلينا نتكلم عندنا هنا في مصر وفرق الصقافة على مستوى المدربين اللي بره انك لاعب عنده 17 سنة بتحطه في مباراة نصف نهائي كبير جدا امام بطل اوروبا على ملعبه وعنده ثقة كبيرة جدا 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 كلمني على جافي كمان مستوى فني وكمان على مستوى ثقة لويس انريكي في هذا اللاعب صحيح يعني هو جوهرة فعلا بدت الحديث عليه في الصحف وفرة كبيرة بتطارد دلوقتي جافي جافي فعلا ظهر مبارح بمستوى رائع جدا انا عايز اقول ان هو يعني دوخ جورجينيو وفيراتي في نصف ملعب ايطاليا جافي حيكون ليه مستقبل كبير يعني انا ممكن نقول يعني ممكن يصل ميسي او نتمنى ذلك 17 عام مش هو بس لعيب هو نفس طريقة بدري بدري برضو لعيب 18 سنة شفناه مع المنتخب الاسباني في اليورو الاخير ظهر بمستوى رائع دقة التمرير عنده والاستحواز تخطى 90% جافي لاعب مهم اللي حيظهر بشكل كبير جدا لفترة الجاية ايضا مع برشلون نتمنى ان هو ياخد فرص اكبر مشروع حضرتك قلت فرق الثقافات هو ده المشروع انا نقشت في ده محمد لان فيه تفاصيل كتير جدا لكن تعال انا وانت والسادة المنشاهدين نشوف فيديو لجابي طبعا المعجزة معجزة الكرة الاسبانية وامل الكرة الاسبانية وامل برشلونة نشوفه مع حضرتكم ونرجع مع المحترف ترجمة نانسي قنقر